موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الرابع العلمي ألتقي وإياكم في درس جديد من دروس الرياضيات هذا الدرس وتكمله لما درسناه الدرس السابق وضحت لكم الأسس والذي كانت قلت لكم إذا الأساس عدد حقيقي والأسس أعداد صحيحة وكذلك الجذور ووضحت لكم وقلت لكم كل عدد حقيقي X هذا إذا تذكرون كل عدد حقيقي X يحقق هذه المعادلة يسمى الجذر النوني للعدد A حيث A تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية وN تنتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية وتكون أكبر من واحد ذاك الدرس وضحت لكم إذا كانت الأن عدد طبيعي زوجي وفردي وإذا كانت الأن عدد حقيقي موجب أو سالب وكلها وضحت لكم إياها هسا وصلت المن للخاصية التالية هسا اللي راح أوضحها لكم الخاصية تقول إذا كانت A و B تنتمي إلى A أعداد حقيقية نتلاحظ وN تنتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية لاحظ وN أكبر من واحد فالجذر النوني لحاصل ضرب A في B يساوي الجذر النوني للعدد A في الجذر النوني للعدد B وهنا شنو؟ لازم تكون N عدد طبيعي زوجي وأي وB وأي تكون أكبر أو تساوي الصفر وB أكبر أو تساوي الصفر هنانا تتلاحظ هذه الخاصية الأولى عدد طبيعي N عدد طبيعي زوجي إذا كانت عندي الجذر النوني تتلاحظ الجذر النوني لأي على B شنو راح يساوي هذا؟ هنا طبعا عندي الجذر النوني لأي على الجذر النوني لB هنا أحد تصيرها الاحتماليا شنو الاحتمالي الأول؟ إذا كان N عدد طبيعي زوجي تتلاحظ N عدد طبيعي زوجي تكون الأي أكبر أو تساوي الصفر بس البي فقط أكبر من صفر ليش؟ لأن البي بالمقام هاي إذا كان N زوجي الأي تتلاحظ لأن بالبس ممكن تصير موجبة أو صفر المقام فقط بيتكون موجبة زين إذا كان N عدد طبيعي فردي إذا كان N عدد طبيعي فردي تتلاحظ في حالة القسمة شون؟ الحالة المسموحة مو مثل حالة الضرب فقط فقط يكون حالة عدد الطبيعي الزوجي عدد طبيعي فردي شو تكون الأي تنتمي الأر أي عدد ميهم منه الأي تكون عدد حقيقي يعني موجب سالب ميهم لكن البي أيضا تنتمي الأر عدد الصفر ما يستير لأن بالمقام تتلاحظ وهنا الان أنا ماضحة لك عدد طبيعي وتكون أكبر من الواحدة يمتفقين عليها من الدرس الماضي تتلاحظ شلون؟ ضمن التعريف هذه يكون N عدد طبيعي تتلاحظوا أيو بي تنتمي الأر فالجذر النوني لحاص الضرب عددين حقيقيين أي في بي يساوي الجذر النوني لأي في الجذر النوني لبي وتكون هنا في هذه الحالة الان عدد طبيعي زوجي والأي والبي تكون أكبر أو تثاوي صفر لكن إذا قلنا الجذر النوني للعدد الحقيقي أي على بي ماذا رح يكون؟ نقدر نقول الجذر النوني للبسط أي على الجذر النوني للمقام بي وهاي ممكن يصير عندي هذه الاحتمالية الكتب تلكيها إذا أن زوجي ممكن يصير زوجي لكن الأي الفوق أكبر أو تثاوي صفر والبي فقط أكبر من الصفر لأن بالمقام ما يصير نقول تثاوي صفر وإذا كانت أنفردي إذا كانت أنفردي مسموحنا أي عدد حقيقي يجي مهم موجب سارب مهم لكن العدد حقيقي عدد صفر ما يصير ليش؟ لأنه بالمقام تعرفها الخاصية هاي الأمور اللي وضحت لك إياها والخصائص الأسس والجذور رح كلها نسوي لها تطبيق خلال الأمثلة اللي هو مطيني إياها بالكتاب عدكم رح أبدي لك بمثال رقم واحد قبل المثال عندي ملاحظة إليك أيضا مهمة قبل المثال عندي ملاحظة ملاحظة مهمة عندي إليك شنو هذه الملاحظة؟ إذا كان عندي عدد حقيقي سالب ومرفوع للأس هذا العدد الصحيح إذا كان أم هذا عدد الأم عدد صحيح زوجي فما يصبح الناتج موجب أي للأس أم مثلاً أحطيك مثال سالب واحد أس خمسين مثلاً سالب واحد أس خمسين إش قد مدام الأس زوجي فصير موجب والواحد ضربه خمسين مرة بنفسه يطلع هو واحد فقط واحد دا تلاحظ شنون؟ لكن سالب أي أس أم إذا كانت العدد صحيح فردي الأم فهذا السالب يبقى ينزل السالب والأي تبقى أس أم مثلاً مثال سالب اثنين للأس ثلاثة لاحظ سالب اثنين للأس ثلاثة مدام أس ثلاثة بعد أنت من ناهج من تشوف الفردي لازم ينزل السالب يبقى مكانه اثنين أس ثلاثة إش قد؟ ثلاثة مرات نضرب الاثنين اثنين فيه اثنين أربعة فيه اثنين ثمانية سالب ثمانية دا تلاحظ شنون؟ هاي الملاحظة جداً مهمة وتحتاجها منها لكل مرحلة الإعدادية هس تهمت إذا سابل أس زوجي بعد يروح يصير موجب والأي أس أم مثل ما وضحت لك هذ الملاحظة هاي المهمة تحتاجها قبل ما أبدأ في الأمثلة أمثلة الكتاب هس أجي على مثال رقم واحد مثال رقم واحد أشرح لكي المثال يقول جيت قيمة جيت قيمة المقدار منطيني اثمانية دا تلاحظ اثمانية والسالة بتلاحظ في في اثمانطعش هاي أعداد كلها اثمانطعش والسثنين على واحد وثمانين واحد وثمانين في سطعش والسالة بثنين هذي حتى نطلع قيمة هذه المقدار لازم نستخدم كل خصائص الأسس اللي آني شرحتها زي آني هاي عندي أعداد شلون رح أبسطها هاي كل الأعداد كلها رح أحللها وأخليها أحللها إلى العوامل الأولية مالتها هاي كلكم تعرفوها من الابتداء يا ما أخذيها محلليها مثال ثمانية الطالب اللي يشوفها صعبا عليه العدد وما يقدر يدبره يحللها على جهة ويشوفها يحللها بطريقة العوامل اللي درسناها في المرحلة الابتدائية هذي سهلة مثلاً الثمانية شون أكتبها بدلالة الأس الثمانية هي ثنين أس ثلاثة ما عرفت لها وما قدرت تدبرها هم أوضح لكيها ما يهم ما عرفتت شون جاية للثمانية شوف حالجها تسويها بالبيت ثمانية على ثنين أربعة على ثنين ثنين على ثنين واحد شوفوا شون طلعت للثمانية شطلعت للثمانية بتلاحق ثنين أس ثلاثة هاي إذا ما تدبرتها بس أنا متأكدة أنتوا هاي الأعداد سهلة عليكم وتقدرون تدبروها الطالب اللي يقول أنا مدى أقدر أدبرها ومدى أقدر أعرفها أنت هذه الطريقة أمامك سهلة وتقدر تدبرها حتى نخليها في أبسط صورة هسا هذه الثمانية رح أكتبها ثنين للأس ثلاثة دير بالك أنا أعتها فوق هذي أس موجود حتى بعدين أطبق قانون الرفع عليها شوف في الخطوة الأخرى أجعل لثمانتعش لثمانتعش ما أقدر أكتبها رأسا عدد بدلالة أس يطلع لثمانتعش أقدر أكتبها عددين الثمانتعش في ثنين تسعة في ثنين العفو الثمانتعش تسعة في ثنين التسعة شغيت التسعة هي ثلاثة أس ثنين أو ما تقدر لاحظ شوف الثمانتعش لاحظ على ثنين تسعة على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة واحد شوف شون بالتحليل يصير عندك سهلة هاي الثلاثة أس ثنين صارت ثلاثة أس ثنين في ثنين وبعدين تمسحها لأن سهلة ما معقولة طلاب ما يعرفوا لها فهس جلنا الثمنطعاش جاية من تسعة في ثنين التسعة هي ثلاثة أس ثنين في ثنين هذي الكل المن مرفوعة الكل هذي هاي الثمنطعاش مرفوعة للتربية حتى بعدين بالخصائص اللي شرحناهما للأسس راح هذي الأس يتوزع لهم هذا على هس خلصنا نلبس نجعل مقام الواحد وثمانين منين جاية أيضا قلت لك تحللها يتجي ثلاثة أس أربعة الواحد وثمانين ثلاثة أس أربعة ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين في ثلاثة واحد وثمانين ازيل عود قلت لك مثل ما حللت هسا هذه الطريقة في الستطعاش هي أيضا سهلة تقدر هم تحللها على ثنين ثمانية على ثنين أربعة على ثنين اثنين تتلاحظ على ثنين واحد جا طلعت الستطعاش اثنين للأس أربعة وهكذا هاي الأرقام التي تجيك تقدر تحللها على جهة وتقدر شوي تتأمن انه حلك صح ثنين أس أربعة وهذا أيضا عندي الستطعاش مرفوع للأس أثنين بعدين حسب قانون الرفع اللي درسناه خصائص الأسس هنطبقه بهذا المثال أجي هسا هذه حسب قانون الرفع راح نضرب الثلاثة هذا الأس ويه هذا الأس تتلاحظ هسا نضرب حتى نخلي أس واحد فقط يسر اثنين ثلاثة في سالب ثلاثة سالب تسعة تتلاحظ فيه إذن أجي هاي عندي عددين هنا مضروبات داخل القوس هذا الأس راح يتوزع راح ينضرب بيه هذا الأس يصير أربعة وراح هاي أس الاثنين واحد راح يصير اثنين أس اثنين ايش راح يصير عندي الثلاثة أقدر أضربها مباشرة تقدر ماكو مشكلة اثنين فيه ثنين صار أسر أس أربعة أفضل فيه هنا أنا الاثنين أسها واحد يعتبر اثنين فيه واحد اثنين أس ثنين شوفوا شون كلها حولناها إلى أعداد أولية الاثنين والثلاثة على أجي هذي ما بيها تبسيط تنزل ثلاثة أس أربعة أجي على هذا أيضا حسب قانون الرفع هسه عندي هنا أربعة وهنا جئت سالب اثنين حسب قانون الرفع اللي تعلمنا يصير سالب اثنين فيه أربعة اثنين والسالب ثمانية شوف هسه كلها صارت سهلة عندي الكل الموجود عندي الاثنين والثلاثة راح الاثنين كلهم إذا الأساسات متشابهة أجمع الأسس إذا مضروبة وأطرح إذا قسمة والثلاثة كذلك صفة عندي فقط العدد اثنين والعدد ثلاثة شو راح أسوي هسي أجي هذه الاثنين شوية أكتبها هالشكل أجي شنو هذا الأسسالب تسعة احنا مضروب عنده الضرب تجمع الأسس موجب اثنين هذه اثنين وهذه اثنين راح أنزل تحت يعني عندي قسمة هذه الأس جمعتها معها راح أنزل يعني سالب وهنا شنو عندي سالب في السالب موجب عرفتش لون الأساس المشابه عندي هاذا اثنين وهاذا اثنين وهذه اثنين أيضا حسب خصائص الأسس عند إذا الأساسات متشابهة رح أجمع الأسس في حالة الضرب وأطرح في حالة القسمة هنا عندي سالب تسعة وموجة بثنين ناقص رح أنزل تحت ناقص وناقص صار هاي الاثنين تتلاحظ هنا عندي فيه رح أخذ الثلاثة الثلاثة شعندها هنا هذا الأس أربعة رح أنزله أس أربعة أكوية هنا فوق مضروبة ماكو رح أنزل تحت ناقص هنا قد عندي أربعة ليس سويت ناقص لأن وحدة فوق وحدة تحت فعندها بالبسط وبالمقام يعني عندها القسمة تطرح الأسس هس رح أقول ش رح يطلع للناتج رح أجمع الأسس جمع هذه أجمع هنا ش عندي ثمانية زائد اثنين عشرة عشرة ناقص تسعة واحد يعني اثنين أس واحد اثنين يتلاحظ هذا صفة الأس واحد ثمانية زائد اثنين عشرة ناقص تسعة واحد فيه أجعل لثلاثة ثلاثة أربعة ناقص أربعة رح يصير الأس صفر وش وضحتها أيضا بالخصائص ما للأسس أي عدد حقيقي الأس صفر اش قد قيمته واحد أيضا وضحته آني الدرس السابق فهذا الاثنين تنزل فيه ثلاثة أصفر قيمتها واحد تتلاحظ اثنين فيه واحد ويساوي اثنين هذا هو قيمة المقدار في أبسط صورة هذا المثال أعطكم بالكتاب ان شاء الله افتهمته مثال رقم واحد اجي على مثال رقم اثنين هو فقط شرح لكم مثاليا وبعدين مطيكم التمارين مثال رقم اثنين مثال رقم اثنين ايضا اذا كان اذا كان ام وان ينتمي الى ز الى مجموعة الاعداد الصحيحة اثبت ان نعم مطينا طرف ايمن وايسر نريد نثبت اثبت ان ادني مية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين في اخمسطعش اخمسطعش الاس ام ناقص اثنين ام ناقص اثنين هاي اثل اخمسطعش في في الخمسة وعشرين خمسة وعشرين الاس مالتها ام زائد ان ام زائد ان هذا بالبص بالمقام عندي مطيني خمسة وسبعين خمسة وسبعين الاس ام في خمسة في خمسة للاس اثنين ان اثنين ان زائد ان تتلاحظ شلون قال اريد هذا يساوي خمسة على تسعة اريد ابرهن هذا الطرف الايسر بعد ما نبسطه بهالطريقة كون انطلع امطينا الناتج خمسة على تسعة انتبه بنفس الطريقة هذه نبسطها في ابسط صورة نحولها الى الاعداد الاولية اجعل ايضا السهلة ال125 هي منين جاية خمسة في خمسة خمسة وعشرين في خمسة مية وخمسة يعني خمسة وستثلاثة وانا مثل ما وضحت لك العدد اللي ما تقدر تدبره وتعرفه على جهة حلل هسا حللت لك ويطلع لك العدد كل السهلة هذه ايضا احنا ما اخذيها من درسنا الجذور بالصف الثالث بالحل ما رح انقله هذا الطرف الاسر رح ادي بالحل مباشرة هاي ال125 مثل ما وضحت لك خمسة للأس ثلاثة العفو للأس ثلاثة ازيل وهاي ام وانم الطين قيمهم قال اي اعداد تنتمي الازت فيه اجي فيه هاذ ال15 شون احللها ما تتحلل تطلع لي عدد مرفوع للأس لا اقدر اكتبها بدلالة ثلاثة دتلاحظ وهذا اس بها ام ناقص اثنين بعدين بالخطوة الاخرى اوزعها على داخل القوس هذا الاس ثلاثة ال25 عدد سهل هذا عندك اللي هو خمسة اس اثنين خمسة مرفوع للأس اثنين ايضا وعدي بعد اس بي اللي هو ام زاد ان دتلاحظ على ال75 من بين 75 25 فيه ثلاثة مو ال75 رأسم 25 فيه ثلاثة ما اكتب ال25 اش اكتب ال25 مكانة خمسة اوزة اثنين رأسم سهلة لانت طالب صفراب علمي فاكيد يعني هاي الامور صار عليك سهلة ماكو داعي يعني اكتبها وبعدين خطوة اخرى ازيد الخطوات رأسم ال75 وقلت لك اذا معرفت هتحللها 25 فيه ثلاثة جودة بابسط صورة زائد ام دتلاحظ هذي هسه الطرف رح اجي وساوي زين هسه شعندي اطبقها خصائص الاسس عندي هذي هسه ما بيها اي شي تنزل خمسة اوزة ثلاثة هنا هذي الاس رح يتوزع على الخمسة وعلى ثلاثة حسب الخصائص اللي درسناها المضروبة هذا اوزة واحد ينضرب بياه في ثلاثة اوز ام ناقص اثنين هذا حسب قانون الرفع اثنين رح ينضرب هذا حدي ندير بالك حدي ام زائد ان يعني الاثنين ينضرب بياهم اثنين هم تضرب بس اوزة الام لان هاي حدي اوزة اثنين اصير في خمسة اوزة اثنين ام زائد اثنين ان يلا اللي تحت هاي الام تتوزع حسب الخصائص اللي قلناها هاي اثنين وينضرب بياها الام يصير خمسة اثنين ام في هاي ثلاثة اشقد اثنين 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 هذا الام على القوس كله رح يتوزع عليهم يصير ثلاثة اث ام واضح في هاي الخمسة هي اثنين ام زائد ام هسه صار فيه افسط صورة شعندي فقط طلعت لعددين اللي هي الخمسة والثلاثة فالخمسة رح اجمع اسسها لان اساسات متشابهة عندي فعند الضرب تجمع الاسس اطبق هاي الخاصية وعند القسمة تطرح الاسس هسه اجي اخذ فقط الخمسة هذا العدد خمسة ارد اشوف الاسس هناش قد عندي اتلافة هسه اجمع الفوق عند الضرب تجمع الاسس هذي هم خمسة زائد ام ناقص اثنين هذي خمسة وهذي بعد عندي او هذي تلاحظ اشنو زائد اثنين ام زائد اثنين ام هسه الخمسة اعيد لك هذي خمسة اسه ثلاثة هذي خمسة اسه ام ناقص اثنين هذي اسه اثنين ام زائد بعد عندي خمسة تحت هسه رح انزل رح سر عند القسمة تطرح الاسس هاي هم الخمسة هذي اثنين ام سر سالب اثنين ام شوف هاي اسس الخمسة كلها بعد هذي هذي ملاحظة جدا مهمة هذي حدي من اقول سالب السالب يدخل عليهم اثنين هم يعني سير سالب اثنين ان سالب ام وهذه طارح انتي قسمة فرح تطرح الاسس هذي الخمسة شوف كم اس بيها هذا واحد اثنين هاي ثلاثة هاي جمعتهم لان مضروبات بعدين ادي قسمة رح اطرح الاسس تتلاحظ هذي صارت سالب اثنين ام وهذي خمسة هذي السالب فحدي وزعت السالب على حدين صارت هذي سالب وهذي سالب هذي الخمسة اسس اجي فيه اجي بعدين على اسس الاتلاثة الاتلاثة عندي الاتلاثة فقط هذه بالبسط اللي هي ام ناقص اثنين وعندي فقط وحدة بالمقام هذي بالمقام يعني عندي اساسات متشابهة وقسمة يعني تطرح الاسس عندي الاتلاثة فقط وحدة بالبسط وحدة بالمقام عند القسمة تطرح الاسس عندي ام ناقص اثنين فرح يصير ناقص ام ناقص ام هذي صار السهلة هذي اللي صف عندي الاسس واحد مالته والثلاث واحد سرح اجمع اشوف اش رح يصف عندي هس لاحظ ويايا عندي سالب اثنين خلي شوي باللون الاخر حتى احذفهم هذا عندي لاحظ سالب اثنين ام وموجب اثنين ام وموجب اثنين ام هذا رحوية هذه حذف بعد عندي موجب اثنين ام هذه وسالب اثنين ام راح بعد عندي موجب ام وسالب ام الحذف تلاحظ شون حذفة الاسس شبقت عندي الاسس فقط عندي العدد ثلاثة ناقص اثنين ثلاثة العدد ناقص اثنين فقط هاي الاسس كلها انحفت يعني اذا عندش اللي يبقى رح اكتب لكي اياه هنا تحت ان شاء الله تشوفه هنا انا خمسة بقت عندي الاسس مالتها ثلاثة ناقص اثنين واحد يعني بس اس واحد خمسة اس واحد نكتبها خمسة بتلاحظوا شلون عندي شلون اصبحت عندي الخمسة لان هاي عندي الاسس مالتها الضرب جمعتها هاي كلها واضحة الاسس ان شاء الله مفتهمها واضحة عندك كاتبتها قلنا بالبص اذا كلهم مضروبات اذا تجمع الاسس عند الضرب تجمع الاسس جمعت هذا الاسس مع هذا الاسس واضح عندك امامك عند القسمة تطرح الاسس صارت ناقص اثنين ام ناقص اثنين ام ناقص ام ووضحت لك الملاحظة المهمة ردك تأكد عليها من نقول سالب اكو طلاب يخلون بس على هذا الحد سالب لا لان هذا حدين من اقول سالب اثنين ام زائد ام السالب اوزعه على الحدين لان هذه من لان ما راح يطلع لك الناتج المضبوط هس طلع لي فقط خمسة هنا عندي صارت ثلاثة ناقص اثنين خمسة اجي فيه ازين هس اجي على الثلاثة خلق اشوف اسس الثلاثة شو راح يتصفى عندي ايه لاحظ عندي هنانا موجب ام وسالب ام موجب ام راحت موجب ام وسالب ام راحت بقت فقط ثلاثة وسالب اثنين جزيب هاي الملاحظة احنا قايلينها بخصائص الاسس قايلين هاي الملاحظة اش روين هذا راح ينزل تحت وصير هس اش راح هنا راح اوضح لك اياهنا فقط هذي الخطوة الاخيرة بقت نا اوضحها حتى شوي تتبين عندك هاي اخر خطوة عندي بهذا السؤال ايه اخر خطوة عندي بهذا السؤال شو بقى عندي خمسة في ثلاثة والسالب اثنين هذي اخر خطوة زين احنا هاي الملاحظة حيت شيتلك اياها آني بالخصائص الاسس هذا راح ينزل تحت ينقلب يصير تحت ويصير الاسبوجب يعني ثلاثة تربيع يصير خمسة على ثلاثة تربيع ويساوي خمسة تبقى بالبسط ثلاثة تربيع اش قد؟ تسعة او هذا الطرف الايمن اللي هذا الطرف الايمن اللي هو طالبة من عندي هذا السؤال الامامك شوفه شلون اثبت انه هذا اللي حليته هسه اليك ووضحته يساوي خمسة على تسعة وطلعت لك اياه خمسة على تسعة كل هذا الشرح اللي شرحته وحليته وطبقت عليه خصائص الاسس اللي شرحت لك اياها في الدرس الماضي الى هنا ينتهي وقت الدرس لهذا اليوم اودعكم والى اللقاء في الدروس القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة